موسيقى 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 أهمية دم المسيح أهلاً وسهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح أهمية دم المسيح هذا الموضوع يعتبر واحد من أهم الموضوعات في الكتاب المقدس وهذا الموضوع مهم جداً بيتعلق في خلاصنا السؤال دايماً الذي يطرح لماذا الدم؟ ولماذا اختار الله هذه الطريقة؟ وما هي أهمية دم المسيح؟ وما هي الفاعلية لدم المسيح؟ وما هي الفوائد والبركات التي نجنيها من خلال دم المسيح؟ وهل عندما نتكلم عن دم المسيح نقصد أن الله هو إله دموي؟ أم أن الله يريد أن يكلمنا برسالة خاصة؟ رسالة مهمة من خلال الإعلان الكتابي إعلان الوحي يقول الكتاب المقدس بدون رؤية بدون رؤية؟ يعني أنا أحب هذه الكلمة في لغتها الأصلية بدون حزون حزون بتعني أوراكل أو بتعني الوحي الكتابي الإعلانات الإلهية يجمح الشعب وأنا بصلي اليوم وإحنا نلقي الضوء على هذا الموضوع المهم إن الله ينير عقولنا ونفهم أهمية هذا الموضوع ونشوف الفوائد والبركة اللي ممكن نحصل عليها من خلال هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 اهمية دم المسيح أهلا أحباءنا مشاهدين في كل مكان أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة ويصرنا أن نستضيف هو مش ضيف هو صاحب مكان الأخ المبارك رجل الله الأخ يوسف رياض الأخ يوسف طبعا غني عن التعريف بتشاهدوه بتشوفوه على القنوات الفضائية له مؤلفات وكتب عديدة وإحنا محظوظين ومتباركين طبعا بفترة وجوده معنا اليوم حتى كلمنا عن هذا الموضوع المهم أهلا وسهلا أخ يوسف أهلا بك خانزار طبعا أنت لك خادم لك سنين عديدة أنا مش رح أحكي قديش عمرك ولكن أكيد هذا الموضوع يمكن بمر في ذهنك بشكل يومي لما بتسمع في البداية أهمية الدم ماذا يخطر في بال أو في ذهن الأخ يوسف رياض ما قاله الله أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة الرب أدى الدم وهو سيمبل للحياة يعني الدم في حياة الكائن الحي ولذلك منع الله قبل النموس وبعد مجيء الروح القدس في أعمال 15 وفي تكوين 9 منعت تداول الدم الدم ده بتعربنا لأنه أعطانا الدم للتكفير عن نفوسنا لذلك فإن هذا الدم مهم جدا لكني أقول أيضا أن الدم في بركات وفي لعنات أو ضربات من يحتق الدم المسيح كم عقابا أشر من الموت بدون رحمة كم عقابا أشر تظنون يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانيسا واصدر بروح النعمة بينما من الجانب الآخر ما أكثر البركات التي يحصل عليها المؤمن عن طريق دم المسيح إذا ممكن أخ يوسف لأنه طبعا المشاهدين عنا يعني متنوعة متعددين من كل الخلفيات بشاهدونا في أستراليا في نيوزيلندا في أوروبا في الشرق الأوسط في الخليج في شمال أفريقيا في أمريكا الشمالية بشكل كل بيعرف فكرة الدم أعطينا خلفية عن موضوع الدم حتى انفوت في صلب الموضوع آه يعني أول ما نقر عن الدم في تكوين أربعة ونقرأ عنه بصورة سلبية ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض إن الدم مش حاجة لبركة على شخص قتل وأنكر اللي هو قاين لقد قتل ودي أول جريمة تحدث في التاريخ عندما قتل ذبح قاين أخو هبيل صورة لما حدث في ملء الزمان عندما اليهود قاموا على رب المجد يسوع المسيح وكانت صرخطهم المجنونة المسجلة في متى 27 دموا علينا وعلى أولادنا وأنا أعتقد أن اللي شافوه في تاريخهم الحزين الماضي واللي لسه حيشوفوه بعد اختطاف الكنيسة في فترة الضيقة العظيمة هو نتيجة تلك الصرخة المجنونة وأنا أتمنى أن اللي يتعامل مع هذا الأمر يتعامل بكل حذر ويطلب من الرب الحكم أتعامل كيف؟ الدم زي ما قلت بيجلب بركات لا حصرة لها لكن احتقاره ورفضه يجلب أيضا دينونا ورح نفوت في هذا الموضوع بس السؤال الأول ليه اختار الله هذه الطريقة؟ طبعا أنا بكرر أسئلة المشاهدين ما معنى؟ ليه الله اختار فكرة الدم مش فكرة تانية؟ فكرة الدم تتضمن نزع الحياة وكأنه عاوز يوضح ويعمق فينا الفكرة أن أجرة الخطية هي موت بعد آلاف السنين من التعامل إلهي مع البشر ما زال البشر بيستهينوا بالخطية يعني أنا أخطيت ماشي يعني ربنا حيكشر في وشي شوية أو يحرمني مش عارف من لزة معينة الخطية في نظر الله الخطية خاطئة جدا والرب عاوز يعمق ده فعشان كده عمل نظام الذبائح في النموس إنك لو عملت إيه تقدم إيه فكل خطية عايزة سفك دم لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة فالرب عاوز يعمق إن الخطية مكروهة عند الله مرفوضة تماما عند الله وإذا احتميت في دم المسيح خلصت إذا احتقرت ذلك الدم جلبت على نفسك القضاء واللعب أخي يوسف في العهد القديم بيتحدث الكتاب المقدس عن يوم بسميه يوم كيبور يوم الكفار أو يوم الغفران أو التغطية إذا نحاول نترجم الكلمة العبرية في هذا اليوم حدثنا أكثر أنه كان الكاهني يفوت رئيس الكاهني كان يفوت على أقدس مكان حتى يكفر عن خطيته وخطايا الشعب ليه؟ يعني مرة في السنة يعني أقدر أقول أنه فعلا هذا هو اليوم الوحيد الذي كان فيه رئيس الكاهنة فقط ما فيش حد تاني بل بالحري كان في يوم الكفارة العظيم ده اللي هو يوم العاشر من الشهر السابع كان ما يبقاش في حد في خيمة الاجتماع من أول اليوم لآخره يعني ما كان يوجد أحد في خيمة الاجتماع بخلاف رئيس الكاهنة وده اليوم الوحيد اللي فيه بيدخل رئيس الكاهنة بيكتاز الحجاب ويدخل إلى قدس الأقدس كان بيدخل ثلاث مرات في اليوم ده أول مرة بالبخور فقط بدون دم ثاني مرة بيدخل بدم عن نفسه وعن بيته طبعا في هذا مفارقة المسيح لم يكن محتاجا إلى دم يكفر به عن نفسه لأنه هو الكفارة نعم لكن المرة التالتة بيدخل عشان الشعب وده بيورينا أن هذا اليوم هو يوم تأسيس العلاقة مع الله يعني الشعب صحيح شعب الله لكن فيه ذكرى سنوية للخطيئة علشان يعمق فيهم هذا الأمر فيها كل سنة ذكر خطايا زي ما بيقولنا في عبرانين عشرة ففي اليوم ده بيدخل رئيس الكاهنة مع دم وزي ما قلنا ما بيدخلش بدون دم الأول بيدخل بالبخور ثم يدخل بالدم ثم يدخل بالدم عن الشعب وفي هذا كان يعمل كفار الشعب لمدة عام لكن ما كانش كفارة أبدية لأن لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا لكن صورة لشخص عظيم وعمل أعظم بما لا يقاص في المسيح لما دخل بدم نفسه إلى الأقداس فوجد فداء أبديا الجديد بالذكر أنه فكرة الدم ليست موجودة فقط في العهد القديم ولكن منشوف يعني حتى غرض المسيح لما كان مع التلميذ في العلية قال هذا هو دمي للعهد الجديد وطبعا منشوف في الرسائل تكرارا ومرارا بيتكلموا عن دم المسيح خبرنا تفضل الله يعني الدم في الحقيقة زي ما نعرف جاء في بداية الكتاب المقدس ونظام العهد القديم كله مبني على الدم مش بس النموس طبعا النموس أدانا توضيح أكثر لكن من قبل النموس يعني مثلا كيف تبرر هابيل كتاب يقول لنا بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قاين فبه شهد له أنه بار الشهد الله لقرابينه كيف تقدم إبراهيم إلى الله عن طريق ذبيحة قدم الذبيحة ولما قدم الذبيحة قبل عند الله أما نمش شوية لا أن نوع أخذ معاه للفلك سبع أزواج من الحيوانات الطهرة والطيور الطهرة بينما بقية البهايم والحيوانات غير الطهرة اكتفى بزوج لحفظ النوع أما ليه أخذ معاه سبعة من الحيوانات الطهرة عشان يقدم ذباية وأول مبنى بناء نوع في العالم الحاضر كان مذبح هو بنى فلك لخلاص بيته ثم بنى مذبحا لتقديم العبادة لما نروح لإبراهيم كان رجل المذابع فبنى في حياته أربع مذابع ولعل أشهرها تكوين 22 لما الرب قال له خد ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال التي أقول لك فالدم فكرة الدم مترسخة في سفر التكوين لكن نلاقي الجانبين يعني مثلا قلنا إن قايين صوت دم أخيك صارخ إليا من الأرض لما نروح ليوسف وإخواته يقول إننا مزنبون إلى أخينا هو ذا دمه يطلم منا اللي فكركم بدم يوسف لأن الدم يعني الشخص الذي يحتقر عطية الله الدم حيكون شاهد ضده وليس شاهدا عليه ونفس التعبير يتكلم فيه نبي حسقيال هو ذا دمه أطلبه أما دمه أطلبه من يدك عن أهمية الموضوع ولكن أيضا في العهد الجديد يعني العهد القديم تنبأ عن عهد جديد بحسب نبوة أرمية 31 وبتشوف إن هذا الأمر بيتكرر في العهد الجديد لاحظت من خلال تعبيرك عدة مرات وكأنك عاوز تفوت في الموضوع إنه دم المسيح إله بركات بس بنفس الوقت كمان إله إيش إيش أستخدم كلمة لعنات ولا ضربات ولا آه طبعا فيه يعني انتقام خلينا أقول ولي الدم سينتقم من هذا الدم الذي سفك ودي كانت شريعة في العهد القديم شريعة قاتل للنفس إذا ما رحش لمدينة المالجة حيطولوا ولي الدم وقعتوا سودا ولكن طبعا البركات اللي منجنيها من ما أكثرها تفضل يعني لو حبينا نسرة بعض وجانبنا هي فيها مش أقل من 14 بركة لكن سأذكر بعضها تفضل غفران الخطايا لما يقول الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا فكيف تتم غفران الخطايا بدون سفك دم لا تحصل مغفرة يبقى إذن إحنا محتاجين وليس دم ذبيحة لا دم الذبيحة ده كان مجرد زي كروت الاقتمان حتة بلاستيكة لا قيمة لها فيها ذاتها لكن قيمتها في رصيدها اللي موجود في البنك هكذا الذبيحة الحيوانية لا قيمة في ذاتها لكن قيمتها أنها تشير إلى ذلك الشخص الذي ارتضى في ملء الزمان أن يقدم نفسه وينبغي أن تقدم بالإيمان لأن الرب نفسه في الكتاب في العهد القديم يعني بما أتقدم إلى الإله العلي يعني حتى الذبائح ما كانت ترضي الله إذا مش مقدم بالإيمان مطلوب الإيمان وبعدين في نور العهد الجديد عرفنا أنها مش هي دي في ذاتها لها أي قيمة تكفيرية لا يمكن أن ندم ثيران وقاب لك الحيوان الكبير أو اللي هو الطور لا يمكن أن ندم ثيران وتيوس يرفع خطايا لا يمكن ليه لأن الحيوان قيمته محدودة عنده نفسه مش خالدة لكن الإنسان ليه نفسه خالدة فلا يمكن أن الأقل يفدي أو يكفر أو يغطي الأكبر ما ينفعش دي باركة من ضمن البركات لكن ليست البركة الوحيدة مثلا في الاتجاه ذات يقول لنا في رؤية واحد عدد أربع وخمسة غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي وطلحظ هنا فيه سلبي وإيجابي السلبي غسلنا من خطايانا بدمه الدم ساطر كل ماضينا الكئيب وجعلنا في متهى الرفع والسمو ملوك وكهنة لله أبي دي واحدة تانية من ضمن البركات اللي لنا في دم المسيح إذا حبنا نقول له حاجة تانية صلح لما يقول لنا عاملا الصلحة بدم صليبي إحنا كنا في عدوة مع الله وكنا في عدوة بعضنا مع بعض يعني تكوين ثلاثة الإنسان خالف كلام الله تكوين أربعة أتل أخوه فإحنا كنا في خصام وعداء مع الله ومع بعضنا البعض المسيح عمل إيه بدم الصليب صانع عن الصلح بدم صليبه فبرضو دي واحدة من ضمن البركات القرب نحن الذين كنا بعيدين ولا سيما باعتبرنا أمم يعني في العهد الأديم كان اليهود يبصوا للأمم على إنهم كلاب وإحنا كنا كده بعيدين عن الرعوية والامتيازات القومية بس إحنا اللي كنا بعيدين النهاردة صرنا قريبين بدم أي قرب لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم اليهود ما كانش يدخل الأقداس ولا يدخل قدس واللي يدخل كان يموت في الحال إحنا مش بندخل أقداس أرضية لكن بندخل إلى ذات محضر الله الأقداس السماوية يعني مش مرة واحدة وانت على طول انت تقدر تعيش هناك في في قرب القلب المحبك وقب الجريح آمين طبعا أكيد في يعني في بركات كثيرة كثير أكثر كثير ما ذكرت منها المصالحة صحيح طيب إحنا لما بنتكلم عن دم المسيح نتكلم عن كفاية هذا الدم يعني هو الدم فيه كفاية عن أي شيء آخر حدثنا إحنا قلنا من شوية أن دم الذبائح الحيوانية لا يمكن أن تكفي نظرا لأن قيمة الحيوان أقل من قيمة الإنسان دي حقيقة لكن لما نجي بقى للمسيح قيمته تساوي إيه إذا عرفنا أن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد فإن قيمته أكبر من كل العالم فلو جاء ملايين البشر يحتموا في دم المسيح دم المسيح يكفي يكفي ويزيد يعني يعني مش هيحصل أن الله يقول خلاص أنا مش قادر أكتر من كده الله سيفتح ذراعيه على اتساعها لكل من يريد أن لكي لا يهلك مين؟ كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يعني عكس الذبقة الحيوانية الذبقة الحيوانية محدودة فتدي كفارة لمدة سنة وكفارة مش حقيقية لكن رمزية بينما المسيح يدي الملايين في داء أبدي لأنه قيمته قيمة الله وده سر العجيب بالإجماع عظيم هو السر التق والله ظهر في الجسد لماذا ظهر؟ علشان يمكن أن يموت وما بيقول لك وفي الله يموت لا الله ما يموتش لكن هذا الذي كان في صورة الله الذي ارتضى أن يأخذ صورة إنسان لماذا؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت وموته يكفي كم واحد لا يكفي كل العالم ملايين المرات وفعلا في سفر الرؤية بيتكلم عن ترنيمة وهذه الترنيمة طبعا عنوانها أنه الرب يعني اشترانا من كل أمة قبيلة شعب لسان بيتكلم عن ترنيمة الخرف في السماء أخي يوسف رح ناخد فاصل قصير وبعدين يعني إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار الفرصة مفتوحة أنك تتواصل معنا وأنا بشجعك أنك تعرف أكتر عن موضوع أو أهمية دم المسيح في الكتاب المقدس ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة 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 مع الأخ نعم ربنا يباركك ربنا يباركك لا يتحول غلطة اشتركوا في القناة أباد ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية الله في لاهوته منزع عن الموت له وحده عدم الموت ولذلك كان التجسد لكي يمكن أنه يموت أو بلغة عبراني اثنين من أجل ألم الموت يعني ده مش بس مات لكن تألم ألم الموت لكي يعتق ويفدي ويخلص فالمسيح ارتضى ذلك بكامل إرادته لم يجبر على ذلك لكن محبة والمحبة محدش بيفصر المحبة المحبة فوق التفسير نعم كيف لله أن يحب هذه بقى المعجزة الكبرى اللي انفرض الكتاب المقدس بإعلانها الله مش بس بيحب الله محبة طبيعة الله محبة بالضبط طبيعة الله لا تتغير وصار عندي حب استطلاع لأنه تكلمت أنه المسيح اتخذ لنفسه جسدا أيوة لأكتر من غرض ذكرت أنه الغرض الرئيسي أنه تجسد عشان يموت ولكن صار عندي حب استطلاع للأشياء الأخرى يعني مثلا علشان يشاركنا في آلامنا لأنه فيما هو قد تألم مجربا يستطيع أن يعيد المجربين لما ترى صفر أيوب تلاقي راجل يعني ظروفه صعبة قوي مع أنه بغر وتقي لكن لطشط طلتيش جامد وهو من أنا لآخر يعني كان يفيد ويفضفض في كلامه أن ربنا مش حاسس بي هو الله ده يعني برضو عنده ولاده حيموت ولاده هو الله حيبقى عنده غينة وبعدين يتسرق منه الغينة بتاعه هو عنده بغر ويعني فكان حاسس أنه هو الله مش معاه لكن لما الكلمة صار وبعدين ما جاش مرفه ما تولدش في قصر النيرون مع أن النيرون ده ولا حاجة يعني لكن لم يولد في هذا لكن تولد في مكان ليس لإنسان لم يكن له موضع في المنزل ويضطر يهرب وهو طفل صغير إلى مصر علشان المجرم السفاح اللي هو هيرودس عاوز يعني اكتاز ظروف صعبة ويقول لنا فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين يبقى إيزا يعين المجربين حاجة تانية كمان يبقى قدوة لنا يعني أنا النهار ده مين قدوتي مثلا قدوتي داود بس داود ليه أخطاء أنا قدوتي سامويل بس سامويل برضو ليه أخطاء قدوتي الرسول بولس برضو ليه أخطاء فين اللي مالوش خطأ واحد مين اللي كل الناس تقدر تعتبروا قدوتها ونموزجها الأكمل إنه رب يسوع المسيح عاش كده تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواتي عايز تاني تاني طبعا واحد قال كيف أعبد إله إحنا يعني معظم حياتنا معاناة وألام فكيف أعبد إله منزه عن الألم طبعا الله في لهوته منزه لكن الله كان عنده طريقة إنه يبقى إنسان وييجي للأرض ويختبر كل اللي اختبرنا كراهية الناس خيانة الأصدقاء يعني محدش يعني داود خنوه الأصدقاء بس مش زي المسيح اللي آكل خبزي رفع علي عقبه كل أنواع الألام كل أنواع الألام بالضبط ما فيش إلا الألام اللي بسبب الخطيئة المسيح تقلم بلا خطيئة يعني نوع ألامه تختلف عن الخطيئة لكن ما عد كل نتائج الخطيئة غير الخطيئة من كراهية من مجاعات يعني جاعة أربعين يوم ما يكلش فتخيل فجرب كل حاجة علشان يبقى خد ولينا ونتخذه مثل علشان نقدر نلجأ له في ظروفنا الصعبة لكن أهم أهم غرض من كل هذا هو لكي يعمل الفداء والكفارة عندما مات على الصليب نيابة عنه مات نيابة عنه أمين 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 أخي يوسف أخذ كمان مكالمة معنا أبو مهند على الهوى أبو مهند تفضل أنت معنا على الهوى أبو مهند مساء الخير مساء الخيرات تحية محبة للألفاظ العزيز وتحية لأخ يوسف رياض وشكرا على الكتاب الذي أرتده للأخ يوسف رياض شكرا شكرا ربني باركك أبو أبو تديك كما تقول فأرى الدم وأعبر وأرى الدم وأعبر خروج 12 13 ماذا يعني رش الدم على قوائم أبواء الأبواب وأعتابها العليا الدم كان يرمز إلى الدينونة وغضب الله على خطيئة البشر وعصيانهم أسيادا كانوا أم عبيدة أولئك الذين طاعوا وفكروا ووثقوا بصدق وعد الله القائل لأن كل من يرش الدم عليها تعبر عنه الدينونة وتجاوزه كلمة فسح باللعب العبري تعني أعب أو تجاوز إن العالم يعيش تحضب إله عظيم كما ورد كما ورد فرميا ومحبة الله وسخته معلناء على كل على كل من البشر حال لأن الله قدوس ومحبته تؤمن تؤمن عمل المسيح الكفاري والخلق للجميع ولكن رفضنا هذا العمل الذي عمله المسيح عن والصبيب قد يكون الأمر الطبيعي الذي يجلب علينا رضب الله ودينونته أبعد تفق بالمسيح تينونه فتعبر عنه وتتجاوز ثق وآمن به اليوم بل الآن أبو مهند فتح عند الصديق دم رب إسمي من القلب الكئيب جال كل الحم وشكرا لحبي نظار شهين شكرا جزيلا أبو مهند رب نيباركك ورب نيعطيك الصحة شكرا على المداخلة رح أخد كمان مكالمة من الأخ أحمد من مصر أخ أحمد أهلا وسهلا أنت معنا على الهواء أهلا بيك أخوال غالي نظار ربي باركك وشكرا لك على البرنامج الرائع اللي بتعمله بشكرك برضو علشان خاطر استضافتك الأخوال الغالي الدكتور يوسف رياض هو ما يعرفنيش لكن أنا عرفه لأنه الحقيقة من بداياتي وأنا تعلمت منه كتير وهو الأخ مار سامويل لكن الأخ يوسف رياض الحقيقة تعلمت منه كتير ربنا أشكرك أشكرك الأسضافة شكرا أخويا على كل اجتهاد أنت بتعمله الحقيقة أخويا الغالي أنا يعني في كتير جدا جدا بتواجه طبعا مع أخواتي المسلمين فبتسأل سؤال يعني يقولوا يعني كلمة الدم بتشير إلى القتل والهلاك والإبادة لو الدم كده يعني هو طريق الله للغفران الإلهي يعني يعني ده يعني إن الله إله دموي فأحب أسمع إجابة من أخويا المهندس يوسف رياض على السؤال ده تكون شافية ووافية يعني وبشكرك مرة تانية يا أخوة الغالي وربنا يبارككم ويبارك خدمتكم يا رب شكرا حلو ربنا يباركك ويحميك يا أخ أحمد وفعلا سؤال سؤال كتير مهم تفضل أخي يوسف يعني من جانب الدم فعلا بيتكلم عن القتل وعن الإهلاك وأنت ذكرت في دينوني وفي بركي بصد أنا ذكرت إنها الدم فعلا يعني مثلا لم يكن دم هبيل عفقيين بالعكس دم أخيك صارخ إلي من الأرض أنت ملعوم من الأرض اللي فتحت فيها لتقبل دم أخيك ونفس الحكاية دم المسيح مش أقل من كده لا ده أكتر من كده بما لا يقص وحيجلب على كل الرفضين لعنات ودينونات لما قالوا دموا علينا وعلى أولادنا أنا أعتقد إنهم مش قادرين يعرفوا حتى اللحظة يعني الكلمة المجنونة اللي هم قالوها لكن حيعرفوها في المستقبل لكن من الجانب الآخر الدم هو مصدر الحياة أنا محتاج مثلا واحد يتبرع لي بدمه لما بكون مثلا بعمل العملية أو نزفت دم كتير فالدم مش كله بيتكلم عن جانب سلبي لكن في جانب إيجابي طبعا بالنسبة للرب يسوع المسيح الذي فدانا بدمه إحنا استمتعنا بخلاص وغفرانه على حساب دم المسيح لأن الدم يكفر عن النفس وجبنا سيرة إن عاملنا الصلحة بدمي صليبي صالحنا مع الله ومع الناس غسلنا من خطيانا بدمه جعلنا ملوكا وكان ففي بركات في الدم وطبعا في لعنات إحنا أشرنا للعنات وأشرنا للبركات وعلى الأخ العزيز أحمد أنه يعني يوازم بين الأمرين أيوة في بركات في الدم طبعا وفي لعنات إذا رفض ذبيحة الرب يسوع المسيح ذكرت الآية من العبرانيين والازدرة بروح النعمة وحسب دم العهد وحسب دم العهد أيوة وإنت بتتكلم أخي يوسف برضو اقتبست أنت جزء من الآية في حبيت لما ببتديت أنت ذكرت أنه الدم مذكور قبل النموس أيوة وبعد يوم الخمسين مذكور أنه في مجمع الكنيس الأولى في أورشليم برضو حاسموا أنه عدم أكل الدم وهذا طبعا تعليم كتابي ولكن يقول في تحريم أكل الدم في سفر لويين إصحاح 17 وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما أجعل وجه ضد النفس الآكل الدم وأقطعها من شعبها لأن نفس الجسد هي في الدم فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم لأن الدم يكفر عن النفس وبعدين بكرر الآية كذا مرة أنه لا تأكل الدم في آية 14 لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه لأن نفس كل جسد هي دمه كل من أكله يقطع شرح لنا شوي هذه الفكرة لأن عاوزين نرد كمان على الأخ أحمد يعني بالنسبة لهذا الموضوع آه يعني النموس يطاع لا يطوع يعني الله لما بيدي نموس القانون قانون حتى في الدول النظيفة إذا أصدرت دولة قانون فعلي على الجميع مش واحد يقولك أنا مش مختنع بالقانون أنت مختنع مش مختنع دي قصة تانية لكن أنت عليك تنفيذ فالنموس نموس لا يطاع ولا يطوع هنا ممنوع أكل الدم تحت طائلة الموت وده اللي قاله هنا أن النفس اللي هتاكل الدم تقطع والحياة وهو قال كده الدم يكفر عن نفس الدم ده نصيب الله وعشان كده أنا أعطيت ليكم مش عشان تكل وتشرب لكن تقدموه على المزبح للتكفير عن نفوسكم اللي هي ببساطة بدون سفك دم لا تحصل مغفرة اللي هي ببساطة النفس التي تقط هي تموت أو بديل نائب عنها يموت بالنيابة عنها وده الأمر اللي اتضح من القصة القديمة اللي بيؤمن بيها حتى إخواننا المسلمين بيؤمنوا بهذه القصة بتاعت تقديم إبراهيم لابنه ما قالوش أنا دلوقتي عرفت إنك مطيع وإنك عندك حب وإثار خد ابنك وروح ما قالوش كده لكن قالو قدم الكبش ده بدال ابنك إذا في بدلية البدلية دي هي موضوع المسيحية مين البديل بتاعي مش كبش ولا خروف ما ينفعش لكن ابن الله ينفع ابن الله ينفع قوي ده ينفع بزيادة وعشان كده المسيح لما مات على الصليب كان في ذلك بديلا عني وعن ملايين ما نعرفش قد لكن بكرة العيون تشوف لما يسوعيه كمان بيستحضرني لما كان المسيح معلق على الصليب وطبعا نكس الرأس وأسلم الروح عشان يتأكدوا في جند رومان الطعن جنب المسيح خرج مكتوب دم وما للتأكيد على هذا الموضوع بصد وإتمام للنبوة إتمام للنبوة يعني يقول ويقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه ومش بس كده لكن هذا هو الذي أتى بماء ودم ليس بالماء فقط يعني كل الأنبياء جم بالماء الذي يشير إلى كلمة الله هكذا قال الرب المسيح ما قالش هكذا قال الرب أما أنا فأقول لكم لأنه هو الرب لكن مش بس كده وجاء بالدم ودمر حب الشعب وتختم بدم بالضبط تختم بدم آمين رح أخذ كمان مكالم يا إخي يوسف معانا الأخ جون من البحرين أهلا وسهلا أخ جون إنت معانا على الهوى أهلا وسهلا أبونا الرب يبارككم ويسعد مساكم ويا رب يبارك خدمتكم ويباركك حبيب أخ جون تفضل أنا طبعا عابر من تقريبا أربع سنوات بنعمة الرب وتاب إلى الكنيسة الإنجلية في البحرين ربنا يباركك حبيبي ربنا يباركك طبعا أبونا أنا أنت مداخلة حابب أنه هيك أوضح لماذا نحن نحتاج دم الرب يسوع المسيح لماذا نحتاج البديلية عن العقاب طبعا استحضرني هيك قصة يعني من من عقلي اللي هي بتقول أنه هناك فتى كان هناك فتى يثير المشاكل ويثير المتاعب ويكسر ويؤدي فهذا الفتى في يوم من الأيام وقع ومن أثار الوقعة أجاء كسر أو أجاء جرح بس لما نرجع شوي بالفيديو أو بالقصة لورا بحضور الرب يسوع المسيح ليكون هنا ليتلقى أنه هاي الضربة اللي هي نتيجة حتمية للضلال وبنفس الوقت مننزع اسم الفتى ومنضع مكانه الأمم العالمية هذا ما حدث في أورشاليم هذا ما فعل الرب في أورشاليم ليكون مخلص لأمة من ألم كسر أو ألم جرح ويعطيها فرصة أنها تكمل من جديد وليتمم ما أوحية عن مخلص بني إسرائيل من نبوآت ويعطينا يعني كيعطي الشقي خبزة وماء ليستمر في الحياة كان هو جسده ودمه لإلهنا المجد الدائم بتمنى أنه هاي القصة هيك الصغيرة توضح لماذا كانت فداية الرب يسوع المسيح مهمة في حياتنا ويعني ما ما مدى احتياجنا إلها يعني شكرا جزيلا أخ جون حبيبي ربنا يباركك ويحميك كمان ويستخدمك في البحرين وأنا بشكرك كتير على المداخلي بس توضيح بسيط جدا لأحبائنا المشاهدين المسيح الجرح وهو مجروح لأجل معصينا لم يكسر يعني وطبعا في يعني رمز مهم جدا بنرجع لقصة سفر الخروج حمل الفصح ما كان يكسر عظم وتتميم طبعا للنمو ولكن اتجرح المسيح صحيح تفضل أخي يوسف كمان يعني إذا حبيت أضيف حاجة على موضوع الفصح لأنه وثير قبل كده أقول أن في عيد الفصح كان ياخد خروف صحيح بلا عيب لو كان في عيب ما كانش ينفع يدبها يتأكدوا تماما أنه بدون عيب فكان يقدم ويرش الدم على قائمتين والعاتمة العليم عايز أقول إيه عايز أقول أن بيلاطوس حاول يشتغل دبلوماسي وقال حقول عليه أنه مزنب يستحق الصلب وطلعه براءة عشان الضمير بتاعي قالوا لا ما ينفعش إحنا ما يكفيناش غير أنه يتصل فحكم عليه بالبراءة أو بالبر قال أني بريء من دمي هذا البار ثم صلبه ده بالضبط الفصح لو كان في عيب ما كانش ينفع يكون فصح لكن لما بيلاطوس شهد وهيرود شهد حتى الخاين يهوز شهد ومرات بيلاطوس قالت إياك وذلك البار والكل وقائد المئة الكل شهدوا أنه بار ومع ذلك صلب طب والبار يتصلب ليه لأنه ده عيد الفصح عيد الفصح لو في عيب الخروف ما يتقدمش لأنه ما فيوش عيب يتقدم علشان يفدي البكر المسيح بقى مش فد واحد لكن فد ملايين لأنه هو البار الذي لم يفعل خطية المسيح فصح صحيح يقول الكتاب القدس ويحنى المعمدان قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ولما بتفوت في التقاليد اليهودية وفي التعليم يعني لما كانوا بيجهز الفصح قبل الدبح عملية شاقة جدا من غسيل ومن فحصات والأخير للحفظ حتى يتأكدوا مئة في المئة مليون في المئة أنه ولا شائبة ولا عيب ولا أعور ولا أعرج ولا مجروح ولا أي شيء فطبعا يعني نحن متكلم في عدات وخلفيات الشعب المعاصر ليسوع المسيح كان بيدرك أهمية هذا الموضوع العجيب يا سيسنزار أنه جالهم اللي ما فيوش ولا عيبة ولا حد منهم عرف يطلع في عنوان علته اللي اتحطت على الصليب هو إيه هذا هو يسوع الناصر الملك الياب طيب فين العلة أين العلة العلة فيكم أنتم الذين رفضتم ملككم اللي جاي لكم من الله ما فيوش علة وصلبوه يسوع المسيح كان في العلية مع التلاميذ أي وطبعا التلاميذ بعيده الفصح بعيده الفصح اليهودي وفي عادات منها ذبح الخروف ونوعية الأكل اللي بيأكلوه وطبعا إشارة لصفر الخروج أنه كيف لازم يكونوا مستعدين ولكن الرب يسوع في هاي الليلة بيتكلم عن دم العهد الجديد لمغفرة الخطايا دم العهد الجديد في هذه العلية طبعا كان لازم يوضح فكرة أنه فيه شيء يعني الفصح كان مرة كل سنة وكان اليهود هن اللي بعيدوه بس مش كل الناس لكن الفصح بتاعنا فصحنا احنا منعيد فيه كل يوم ومرارا وتكرارا ومش بس لليهود لكل الأمم وكل العالم بتعيد ايه هاي الليلة بالذات مهم جدا دم العهد إذا ممكن تكلمنا دم العهد لأن العهد الأول يعني اليهود عندهم عهد مع الله ويقول فيه شع ستة كآدم تعدوا العهد يعني بكل أسف جالهم العهد والعهد ترش بدم ذباء حيوانية وهما كسروا العهد يعني تلات وصايا الأولانية في النموس كسروها بني إسرائيل قبل ما ينزل موس باللوحية الشريعة ده الإنسان يعني الإنسان اللي يقولك أعمالنا وأخلاقنا وأعمال الصالحة اللي بنعمله فيش كلام زي كده أبدا ده خداع الشيطان خلينا أقول مع المرنم إبليس بياخد عضميرك إبليس بياخد عينيك ما فيش حد مش محتاج لخلاص الله الدم بقى العهد الجديد ما تعملش بدم ده بقى حيوانية لكن بدم أفضل أعظم اللي هو دم المسيح دم يسوع يشفع في الملايين فعلا ويا بغت كل من احتمى في ذلك الدم إحنا قلنا عيد الفصح كان يترش الدم وأرى الدم وأعبر عنكم وده اللي حصل مع الملايين اتعبر عنهم مع أننا نستحق الموت لأن بكر المصري مش أفضل من بكر الإسرائيل ولا الإسرائيل أفضل من المصري الكل يستحق الموت لماذا لم يموت بكر الإسرائيلي عشان احتمى في الدم فقط ناخد كمان مكالمة معنا الأخ إبراهيم من المغرب أهلا وسهلا أخ إبراهيم انت معنا على الهوى بس النور بس النور شكرا خيرا حبيب إبراهيم أهلا وسهلا أنا أعرفك عن طريق يوتيوب أعرف قناة على يوتيوب ويشرفني ويسحبني أني تفتحني فرصة التصال بكم شكرا أخ إبراهيم لدي سؤال فيما يخص موضوع الحلقة عن الفداء موضوع الفداء في المسيح هل نكون مسيحيين مثلا أنا بالمناسبة عابر كنت مسلم سابق حتى نوضح الأمور لست مسيحي الولادة لست مولود مسيحي لكن تعرفت على الرب وتعرفت على الرب يسوع المسيح له المجل وتعمدت وأصبحت يعني إيماني في نمو رويدا رويدا لكن هناك دائما تساؤلات فضل فيما يخص سؤالي هل يعني بمجرد أننا مسيحيين يعني بغض النظر عن أخلاقنا وتصرفاتنا هل بمجرد أننا مسيحيين سندخل يعني الحياة الأبدية ملكة السماوات الكل مسيحي سؤالك كتير كتير مهم يا أخ إبراهيم وبتمنى المسيحيين اللي بشاهدونك كمان يسمعوا الجواب فضل أخي يوسف الجواب قالوا المسيح ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات اعتراف الشفاتين مهم لكن لكن مش هو ذا الأهم ماذا عن قلبك فإذا قلت أن الرب هو ربي عليك أن تثبت وتبرهن ذلك بحياتك أما أن مجرد أنك تقول أنه هو ربي طب ماشي هو ربي الشياطين يؤمنون ويقشعرون لكن حيفدهم إيه إيمان الشياطين إذا كانوا عايشين في نفس الخطايا فإذا محتاجة توبة ورجوع لله وإنك لما تعترف أن رب يكون اعترافك بكل قلبك ده مهم جدا فمن يستطيع أن يدخل ملكوت السماوات أو كما قال رسول بطرس للمسيح فمن يستطيع أن يخلص في الحقيقة إحنا ما نقدر شي بس هو يقدر لكن مش كل مسيح هو مسيح يعني هاي اللي من نطح لا اللي بيقول يعني رب كتار لكن هاي كل من يقول عشان كده قال بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات في الحقيقة الموضوع صعب علينا لكن مش صعب على الله وأنا دوري في الخلاص إيه إني أجل الرب معترفا بحاجتي إلى الله يا رب أنا محتاج لك أنا بدونك لا شيء أبدا أنا يا رب بدونك لا شيء فأنا محتاج رحمة منك ومحتاج قوة من عندك الولاد أصدقه للخلاص من ضمن أسماء ولادة جديدة يعني الله بيولدك من مصدر جديد قال الكلام ده لنخد يمسوه هو شيخ قال طب ازاي رجل شيخ زي يدخل مطنمه قال من غير ما تدخل بطنمك أنت محتاج تتولد من مصدر جديد اللي هو الله لما تتولد من الله حيدي لك طبيعة إلهية حتبقى شريك الطبيعة الإلهية دي الولادة من الله وحيدي لك عطية الروح القدس حتعيش حياة تكرم ربنا مش مجرد إنك تقول يا رب أو إنك تغير في الشهادة ولا في البطاقة ولا في أي حاجة خانت الديانة من إله لا ما تقضيش مصلحة ولا لها قيمة يعني بتأمل إنك سمعت الجواب أخي إبراهيم وبحب أكد لك إنه مش كل مسيحي هو مؤمن حقيقي بالنسبة للرب إما إنك تكون في الإيمان في يسوع المسيح في المسيح أو خارج دائرة المسيح ما فيش شئ اسمه الوسط الوسطي لا إما مؤمن أو غير مؤمن بغض النظر شو خلفياتنا مسيحي مسلم يهودي بوذي أي شخص مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص أخي يوسف مش عارف أنا موضوع كبير كبير موضوع الدم في العهد القديم وفي العهد الجديد لو بننعمل هيك رابين بأكم دقيقة وعاوز تحكي لنا عن أهمية دم المسيح إيه ممكن تكلمنا عن الدم اتوضحه لكل مشاهد الدم مفيش يعني واحد يهب شيء أو يعطي شيء أفضل من أنه يعطي دمه الجوده بالنفس أقصى غاية الجود فواحد قد لك نفسه قد لك حياته وهو فعلا زي ما قالت الصورة الجميلة سألت ربنا قد بتحبني فتح زراعه على اتساعها ثم نكس رأساه وأسلم بعد كده جاو جندي تعرف بحربة في جبه وللوقت خرج دم وماء كنا محتاجين للدم نعم للتكفير كنا محتاجين للماء نعم للتطهير وبدون هذا وذاك ما كان يمكن لأي إنسان أن يخلص خلصنا شكرا لله بركات لا حصر له نخدها عن طريق دم المسيح يعني دم المسيح للمؤمنين به بركات جزيلة جدا رائعة جدا يعني وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهاداتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت حتى الكلام ده بيتقال على الناس هتيجي بعض اختطاف الكنيسة أنا مش عايز أدخل في التفاصيل النبوية لكن عايز أقول إن قيمة دم المسيح لا ما نعرفش نجيب أولها فين وآخرها فين لكن الله عنده جود كثير من نحونا عاوز يدي هو معطاء هو كريم جواد لكن على أساس البداية هو أن الإنسان يقبل ذبيحة المسيح الفداية وإلا ابن الله ييجي من السماء للأرض ويعيش ويتقلم ويتهان ويتصلب ويموت ويتدفن ويقوم وبعدين يعني كل ده مالوش قيمة عندنا لا في الحقيقة يعني مأساة كبرى كان أفضل مش عايز يتوب إن الرب ما يجيش لكن جه أنا مش بختار النهاردة هو ييجي ولا ما يجيش يموت ولا ما يموتش هو جاء ومات وقدم العطية لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة والحياة الأبدية مش كمية حياة كبيرة لكن نوعية حياة مختلفة يعني الملايك معنهمش حياة أبدية حتى لو كان لهم تواجد إلى أبد الأبدين لكن الحياة الأبدية هذه الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسل إذن الحياة الأبدية نوعية حياة الله حياة الله أنا أشارك الله في نوع حياته الإجابة نعم عشان كده مساكين اللي فاهمين أن الجنة جنة الخلد مجرد لذات وحاجات منها كتير يندلها الجبين ويخجل منها الإنسان المحترم لا الحياة الأبدية بمعناها هي ذات نوعية حياة الله شاركة معه قداسة مطلقة كاملة أمين أمين كان نفس الحلقة تكون أطول شوي يخي يوسف ولكن ربنا يباركك ويبارك خدمتك إخوتي وأخواتي طبعا هذا موضوع في غاية الأهمية خلينا أقتبس آية من رسالة بطرس مكتوب لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتمها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ودانس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن أظهر لنا في الأزمنة الأخيرة فعلا افتدانا بدم المبارك الطاهر الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا أنتم البعيدين سرتم قريبين بدم المسيح إذ لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع كان بيتمنى المرنم واحدة سألت من الرب وإياها التمس أن أسكن في بيت الرب كل الأيام كان بيتمنى ولكن هاي الأمنية حققت أنه صار إلنا الدخول 24 ساعة 365 يوم في السنة حتى سنة الكبيسة 366 يوم الباب مفتوح كل ما عليك تقول له يا رب أنا بقبل خلاصك بالإيمان أنك فديتني واشتريتني وبررتني وخلصتني وطهرتني بدمك الكريم أشكرك على عملك العظيم بس بتمني من كل قلبي أنك تطلب الرب ومنحب نسمع منك إلى اللقاء والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر